بتنفيذ من الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة تم استصلاح وترميم وإهاطة الملعب الرياضي بمركز إدار كندول بولاية شاربا جرمي بالسياج الحديدي وذلك من أجل السماح للشباب مزاولة عنشطتهم الرياضية بالصورة المطلوبة وتقدر مساحة الملعب بأكثر من 9000 متر مربع حيث شهدت مناسبة تسليم الملعب الرياضي إدت مداخلات تأمنها كلمة تمسؤول مركز إدار كندول الذي شكر سلطات الأولياء في البلاد على اهتمامهم بقطاعي الرياضة والشباب منسق العيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة أشار إلى الهدف من استصلاح هذا الملعب الرياضي كما أكد كادر صالح كناب أن الهيئة قد وضعت دمن أولوياتها مشروع استصلاح الملائب الرياضية بالمدن القبرى والبلديات من مختلف ولايات البلاد